السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أبناء وبناتي طلبة مدارس سنوات صناعية نظام سنة السنوات وخاصة التعليم الصناعي أهلا ومرحبا بكم في برنامينا مصر والتعليم الفني النهاردة إن شاء الله أنا أخذ بمادة تطبيق التكنولوجيا وهي الميكانيكا بالمختصر وبدرسوها طلبة قسم التشغيل على الماكينات وقسم المركبات وقسم التكييف والتبريد وقسم الكهرباء إن شاء الله هيكون النهاردة حلقتنا عن تطبيقات عن قوانين نيوتين الثلاثة طبعا سواء طلبة تعليم فني أو طلبة سنوية عامة طبعا مدارس الميكانيكا من المواد المهمة جدا إن شاء الله هتاخدها في قليلة اندسة أو في معادي الصناعية من المواد اللي تحتاج تركيز كويس جدا هعمل مراجعة سريعة بالنسبة لقانون نيوتين الأول أنا خدنا القوة بتساوي المقاومة يعني ميم بتساوي قاف أو قاف بتساوي ميم خدنا ميم بتساوي المقاومة لكل تن في الكتلة اللي يكاف وخدنا المقاومة لكل تن بتساوي ميم على كاف أما يكون المقاومة تتناسب مع الصرعة أو المقاومة تتناسب مع مربع الصرعة وأنا قلت في الحلقة اللي كان فيها قانون نيوتين الأول راعي إن يعتبر من أهم المسائل في قانون نيوتين الأول قوانين المقاومة تتناسب مع الصرعة أو تتناسب مع مربع الصرعة أما بيكون تتناسب مع الصرعة أن ميم بتتناسب مع عين يبقى ميم 1 على ميم 2 بتساوي عين 1 على عين 2 أما إذا كانت المقاومة تتناسب مع مربع الصرعة يبقى ميم 1 على ميم 2 بتساوي عين 1 تربيع على عين 2 تربيع يبقى راعي في أي مسألة تيجع عن مقاومة تتناسب هل تتناسب مع الصرعة ولا بتتناسب مع مربع الصرعة دي مفتاحين الحل بالنسبة للمسألة بتاعة المقاومات اللي بتتناسب وقانون يوتن الأول ركز قوي على مسائل مقاومة تتناسب مع الصرعة أو مربع الصرعة خذنا لما يكون الجسم بيكون على مستوى مائل سواء كان لأعلى أو سواء كان مائل لأسل وعملنا تحليل للمعادلة سواء لأعلى أو سواء لأسفل دي الحالات بالنسبة لقانون نيوتن الأول وخذنا الطن بتساوي تحولها بقى الطن بتساوي ألف كيلو جرام وعندي كيلو نيوتن بتساوي ألف نيوتن أما إذا كانت كيلو متر في الساعة أحول من كيلو متر في الساعة إلى متر على الثانية يبقى ضرف 5 على 18 ومن متر على الثانية الكيلو متر على الساعة العكسي بقى 18 على 5 وكيلو متر الساعة لسنتيمتر على الثانية 250 على 9 أو العكس من سنتيمتر على الثانية إلى كيلو متر على الساعة 9 على 250 بعد كده دخلت على قانون نيوتن الثاني طبعا قانون نيوتن الثاني يعتبر عصب التلات قوانين ليه تحولاته تحتاج لتركيز طبعا يعتبر لقانون نيوتن الأول وقانون نيوتن الثالث خدنا هنا معدل التغير في كمية حركة بالنسبة لأي جسد يبقى كان بتساوي عين ناقص عين صفر على نون يبقى هنا لو شلت عين ناقص عين صفر على نون خطيت مكانها جيم يبقى إذا معدل التغير هنا بتساوي كاب في جيم بعد كده خدنا بعض الوحدات المطلقة والوحدات العملية يبقى وحدات مطلقة أو التساقلية أو العملية الأول خدنا إيه السوكل كيلو جرام السوكل كيلو جرام بتساوي تسعة وتمانية من عشرة كيلو جرام متر على السانية تربيع والسوكل كيلو جرام بتساوي تسعة وتمانية من عشرة نيوتن طب خدنا هنا برضك السوكل جرام بتسوي كام تسعمية وتمانين جرام سنتيمتر على الثانية تربيع يبثق لجرام بتسوي كام تسعمية وتمانين ضاين خدت بعض الحالات الخاصة وبعض الأشكال للمسائل بالنسبة للقانونية التانية حركة جسم موضوع على مستوى أفقي وقوة أفقية ياخدنا المعادلة هنا قاب بتسوي مين أما إذا كان الجسم موضوع على مستوى أفقي خشن وبه قوة مائلة هنا في الحالة دي لازم أننا أحلل القوة المائلة وبأخذ المعادلة الأفقية وليست المعادلة الرأسية يبقى أنا خدت هنا حالتين أما يكون جسم موضوع على مستوى أفقي وعندي القوة أفقية وإذا كان الجسم موضوع على مستوى أفقي سطح خشن وقوة مائلة عليه وبعد كده خدت حركة الجسم أما بيكون يميل بالزاوية تلاتين أو زاوية ستين أو يقودين الزاوية يبقى جيب الزاوية مثلا واحد على تلاتين واحد على أربعين وأشوف إذا كان الدوال المسلسل المدهاني قال لي جاء تلاتين يبقى معروف أن أخدها بنص وبأخذ تحليل القوة بالنسبة للقوة الأفقية سواء كان الجسم موضوع على مستوى مائلة لأعلى أو لأسفل وخدت حركة الجسم إلى أعلى والأسفل يبقى هنا بحلل بردك نفس الطريقة زي ما حللت على الجسم ومستوى مائل يبقى بردك أما يكون جسم سواء كان الأعلى أو لأسفل وعملنا عملت تطبيب بالنسبة لقانون نيوتن الثاني وكده خدت قانون نيوتن الثاني وبعد أما خدت نيوتن الثاني نيوتن الثالث بردك هنا لكل فعل رد فعل مساوله في المقدار ومضد له في الاتجاه وخدت مسائل على المصعد سواء المصعد صاعد أو هابط أو أخدت بالنسبة لجسم موضوع داخل صندوق وعملنا إزاي سواء الجسم بيكون في وضع اتزان أو الجسم بيكون صاعد أو هابط وبشوف عملت إيه وهنا خدت التلات قوانين قانون نيوتن الثاني ونيوتن الثالث النهاردة هطبق على قوانين نيوتن الثالثة طبعا راعي بعض الوحدات وطلوع البيانات بتاعت المسألة وأنا بطلع أشوف أنهي قانون يناسب المسألة اللي أنا هديها تعالي نشوف أول مثال بولي قاطرة كتلتها ميت طن تجر الكتارة مكون من ست عربات بسرعة منتظمة على طريق أفقي ضد المقاومات تعادل ميت نيوتن لكل طن من الكتلة فإذا كانت قوة محرج القاطرة أربعين كيلو نيوتن فما مقدار كتلة كل إيه عربة الدني هو القطار أما الدين الكتار ميكون من كم عربة ست عربات يبقى أنا عندي أساسا الكتلة القطرة بتساوي ميت طن عدد العربات ستة المقاومة لكل طن بتساوي مية نيوتن القوة بتساوي كم أربعين كيلو نيوتن احسب كتلة العربة كتلة العربة دي أنا دلوقتي أول ما يجي أنا الكتار بأكمله أنا ما عربش وزن الكتار بأكمله قدي أنا عندي قاف هنا بتساوي قاب بتساوي مية طب أنا أربعين أربعين في ألف يبقى أربعين ألف نيوتن عشان أحول إيه هنا من كيلو نيوتن لنيوتن كتلة الكتار بأكمله المقاومة الكلية على المقاومة لكل طن ما طلع أنا المقاومة بتسوي كام المقاومة هنا تطلع 40 ألف على كتلة القطار اللي هو واحد مقاومة لكل طن بتسوي مية يبقى 40 ألف على مية يبقى كتلة القطار بأكمله بتسوي كام 400 طن طب كتلة العربات فقط أنا عندي العربات بتسوي 400 اللي أنا طلحتها ناقص المية بتسوي 300 ايه طن يبقى كتلة العربات جابت كام الوحدة القوة بتاعتها 300 طن كتلة العربة الوحدة هناخد كتلة العربات على عددهم العربات طلعت كام 300 طن على عدد العربات 6 يبقى هنا بتسوي كتلة العربة الوحدة تطلع بكام بخمسين طن كتلة العربة الوحدة طلعت كام 50 طن عايزة اضح لك حاجة يبقى انا ما اجب اشتغل وباخد بعض الوحدات اراعي انا انا حولت هنا من تن للكيلو جرام او جيت هنا من كيلو نيوتن لنيوتن يبقى انا بعمل ايه في المسألة طيب تعالي شوف المسألة بعده مثال اتنين بيقول لي ايه جرار يسحب جسما كتلته عشرة طن الى اعلى مستوى يميل على الافق بزاوية جيبها 30 درجة بسرعة منتظمة وكانت المقاومة الكلية لحركة الكطار تعادل 2000 سوك لكيلو جرام احسب قوة محرك الايه الجرار هشوف انا الجسم اساسا مخطوط على مستوى ميل طلحت بيانات المسألة انا عندي الكتلة بتساوي عشرة طن الزاوية بالدهاني 30 درجة وانا عندي جا 30 بتساوي نص المقاومة هنا بتساوي 2000 سوك لكيلو جرام عاوز ايه القوة اول حاجة اطلع انا اشتغل بشتغل بالنسبة للمعادلة اللي انا هطلعها علم السوى الافقي بجيب المعادلة بتاعتي بقول واو جايه زائد ميم بتساوي كاف حطيت المعادلة ليس بشتغل على المركبة الرأسية بشتغل المركبة الافقي انا عندي هنا واو بكام اللي هي العشرة اللي هي الكتلة يعني جا الزاوية اللي جا 30 بكام بنص العشرة دي عشرة ايه عشرتين يبقى انا احولها لكيلو جرام يبقى في الف يبقى هنا جا الزاوية بنص زائد المقاومة بتاعتي مديها بالفين سوك لكيلو جرام يبقى هنا الماجي اختصر على الاتنين في الواحد على الالفين فيها الالف يبقى دي الف وهنا في نص بتاعي عشرة في الف في نص هتطلع خمس تلاف زائد الفين هتطلع هنا قاب بكام بسبع تلاف تاني انا هجي للمعادلة هاخد المعادلة الافقية يبقى واو جايه زائد ميم بتساوي قاب انا عندي واو اللي هي القتلة بكام بعشرة تن يبقى حول من تن سوك لكيلو جرام التن في كام كيلو جرام الف يبقى عشرة في الف جايه الزاوية اللي هي جايه تلاتين بتساوي كام نص زائد المقاومة بتساوي الفين سوك لكيلو جرام يبقى في الحالة دي لما اجي اختصر على الاتنين فالواحد على الالف فالكام الخمسمية خمسمية في عشرة بخمس تلاف وعندي الميم بكام بالفين يبقى خمس تلاف زائد الفين بتساوي سبع تلاف اوعد تقول سبع تلاف وتسكت لان هنا بطلع القوة بتاع هالقوة تطلع بايه بالطن ولا بالسوك لكيلو جرام ولا طلعت اطلعها بالسوك لكيلو جرام لان انا حولت هنا الوزن بتاعي حولت الوزن بتاعي من طن الكيلو ايه جرام تب انا هنا جد طلعت ميم انا عندي ميم بكام انا عندي هنا ميم بالفين الفين ايه سوك لكيلو جرام يبقى في الحالة دي لازم الوحدة والتنين اهم حاجة الطالب ياخد باله بالنسبة للوحدات مهل ميكانيكا تحولات مايجيش الطالب ياخد عشرة وفي نص زائد الفين يبقى هنا اتطلع الفين وخمسة شوف بيطلعت سبع تلاف يبقى في الحالة دي خلي بالك ان الوحدات انا ماخدش الوحدات عشان انا احفظها بس انا بوفق وحدات مع بعض يعني زي ما انا بقول ايه سوك لكيلو جرام متر على الثانية تربيع اللي هو نيوتين جرام سنتيمتر على الثانية تربيع اللي هو الضاين عمر ما الجرام يروح للنيوتين ولا الضاين يروح لكيلو جرام يبقى عندي وحداتي كل واحد مستقل بذاته يعني ماققول اتنين في اتنين باربعة ماArtش اقول اتنين في تلاتة باربعة يبقى نفس الطريقة عايزك تاخد مراعاة توحيد الوحدات انا حولت سوك لكيلو جرام من طن كانت طن وثوك لكيلو جرام وعندي مين بثوك لكيلو جرام اما طلع القوة هتطلع القوة بثوك لكيلو جرام يبقى انا وانا بحل لازم اراعي الوحدات سواء تعليم فني سواء سنة وعام نفس البيبان اللي بياخدها خلي بالك هي الميكانيكا عاوز تركيز شوية وبعض الطالبة بتقول الميكانيكا صعبة الميكانيكا مش صعبة عشان الطالب عاوز المسألة ياخدها بنفس ارقامها يحط القانون ما بيحاولش تحويلها واحدة لا ما يبقاش مادة لازم المادة يديك فيها حتة تحويلة او حتتين بالنسبة للتحولات ابتدي هنا الارقام بتتغير سواء بالزيادة او بالنقص يبقى انا براعي الحتة دي المادة بحتاجة تركيز شوية مش صعبة تركيز شوية بالنسبة لعملت ايه الحل تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده مديني مثال بيقول لي سيارة وزنها اربعة سوكلتين فاذا اوقفت مخركها فانها تهبط يبقى انا السيارة في ايه في وضع هبوط باقصى سرعة على مستاوى يميل على الافق بالزاوية جبه هنا في بعض الطلبة سعاد بيسا يقول لك ايه زاوية جبها يعني ايه زاوية جبه منشان عندي الزاوية اساسا جب الزاوية الجيب بتاع الزاوية اللي هو الجاة وجب تمام الزاوية اللي هو جتا اصوى عمره ما في الامتحان هيكتب ايه يميل على الافق بالزاوية جاة واحد على خمسين لا يبقى انا عارف هنا على الافق بزاوية جبه يبقى تجيب الزاوية هنا في الحالة دي اللي هي جايه بتساوى واحد على خمسين لو جالي هنا راح قال لي جاة تلاتين يبقى جاة تلاتين بنص يبقى انا عارف الوضع ايه الحيطة دي عد لازم تكون واخب بالك منها احسب المقامة التي تلاقيها السيارة لكل طن بسوكل كيلو جرام او عاوز هنا في الحالة دي احسب المقامة التي تلاقيها السيارة لكل طن بسوكل الكيلو جرام طيب تعالى نبص انا عندي هنا واو بتساوى كام اربعة سوكل تن الجز الزاوية اللي هي جايه او جاهه بتساوى واحد على خمسين هو عاوز المقاومة اللي هي ايه لكل طن ماشي هنشوف احنا هنعمل ايه بالزبط وضع الشكل للمسألة هو قال لي سيارة السيارة دي بتهبط يعني ايه لاسفل طب اجا قوم خاطط المعادلة بتاعت الرسمة مش مخطوطة ان انا خاططها كشكل دانا الرسم عشان اطلع منه المعادلة اطلع منه المعادلة وبناء عن طلوع المعادلة من على الرسم يعتبر انا كده خلصت المسألة هي مجرد سواء جمع او ضرب او اسمه وزا كان فيه تحويل بحول يبقى مش الرسمة انا بخطها كشكل يعني ممكن طالب قولي هو لازم الرسم طب انا هطلع عن المعادلة ازاي في الحالة دي بقى انا اقول ايه ان مين بتساوي واو جايه بالراحة كده بقى تعال الواو بكام وزن بتاعي اربعة طب الاربعة ايه سوكلتن طب السوكلتن لازم احوله لكيلو جرام التن في الف جرام ايب اربعة في الف جلز زاوية مدهن بكام واحد على خمسين هبتدى اختصر هتطلع هنا مين بكام 80 سوكل كيلو جرام طلعت مين بكام 80 سوكل كيلو جرام طب المقاومة الكلتن بتساوي مين على و اما احنا قلناها دي انا الطالب هل يقدر يحدد وانا شغال في المسألة دي هل انا شغال على قانون يوتن اول ولا تاني ولا تالت انا كانت شغال على قانون يوتن ايه الاول لان قانون يوتن الاول قلقه ومتساوي المقاومة وهنا انا عندي مين بتساوي المقاومة لكل طن في الايه? في الكتلة. ولو محتاج المقاومة لكل طن بتساوي ميم على كاف او ميم على واو. هنا بجيب بقى المقاومة لكل طن بتساوي ميم على واو. انا عندي طلحتي ميم بكام? بثمانين. وعندي الوزن مدولي بايه؟ باربعة. انا عندي ميم بايه? طلحتها بكام? سوك لكيلو جراد. كتبت التمييز بتاعها. طب وعندي الوزن اللي هو الاربعة بكم? طن. يبقى هنا المقاومة كل طن طلعت كم في كم? يبقى تطلع عشرين سوكل كيلو جرام لكل طن. يبقى انا كتبت دي ازاي? لان هنا المقاومة عندي بكم? بسوكل كيلو جرام. وعندي الاربعة اللي هو الوزن بالطن. تم انا عندي سوكل طن وعندي سوكل كيلو جرام. كتبت سه يبقى هنا سوكل كيلو جرام لكل طن. يبقى خلي بالك من التمييز انا كتبته ازاي? يبقى مش بكتبه انا من دماغي. يعني مش بقول المقاومة كل طن بتسوي ايه? اه اربعين طن. اه اربعين جرام. لا طبعا. انا بشوف الوحدة دي بكام? والوحدة دي بكام? وابتدي اكتب تمييز بتاعي ان هو بيكون المعادلة بتاعتها وحدتها تتناسب معه ولا لا? بنانا على التحويل. مش بنانا على اختياري. من اين? من الارقام اللي مداني. يبقى تمانين دي مداني تمانين ايه? تمانين سوكل كيلو جرام. والا اربعة دي ايه? بالطن. بسوكل طن. يبقى انا هكتب ايه? سوكل. كيلو جرام لكل طن. يبقى انا كتبت تمييز بتاعي. يبقى انا هنا في الحالة دي اقدر اقول المقاومة اللي طلعت بكام? بعشرين سوكل كيلو جرام لكل طن. يبقى هنا ترتيب الوحدات مهم جدا جدا. وانا ابتدي ازبط الطن حول الكيلو جرام من سنتيمتر حول المتر. ابتدي ازبط الوحدة. يعني زي ما بقول ايه? سوكل كيلو جرام. كيلو جرام متر على الثانية تربيع? نيوتن. مقدرش اقول سوكل كيلو جرام متر على الثانية تربيع ده الضاين. لان وحدة الضاين بتاخد سوكل جرام سنتيمتر على الثانية تربيع. يبقى هنا زي ما بقول الاسم كامل بتاع الشخص. اسمه واسم والده واسم جده نفس الطريقة. سوكل كيلو جرام متر على الثانية تربيع? نيوتن. سوكل جرام سنتيمتر عالثانية تربيع يبقى ضايم زي ما بايجي بتكلم وبقول انا عندي سوكل كيلو جرام بتسوي تسعة وتمالية من عشرة نيوتين وسوكل جرام بتسوي تسعمية وتمانين سنتيمتر ايه عالثانية تربيع لا بتسوي تسعمية وتمانين ضايم يبقى انا ما قدرش اخد التسعمية وتمانين احطها للنيوتين والا اخد تسعة وتمانية من عشرة احطها في في الضايم يبقى كل واحدة لها وحدتها تعالي نشوف المثال اللي بعد كده مسال اللي جاي بيقول لي ايه يهبط جندي مظلاط بمظلة رأسية الى اسفل يبقى المظلة دي هتهبط لايه لاسفل تحت تأسير مقاومة تتناسب مع مربع السرعة نعفل حتة دي انا اول حلقة قلت قبالك في قانون نيوتين الاول اما بيقول المقاومة تتناسب مع السرعة والمقاومة تتناسب مع مربع السرعة في المثال اللي ايه تحت تأسير مقاومة تتناسب مع مربع سرعته لبقى في الحلقة دي القانون هقولوا بسرعة ان ميم واحد على ميم اتنين بتتساوي اعين واحد تربيع على اعين اتنين تربيع ليه حط التربيع له هو بيقول مقاومة تتناسب مع مربع السرعة طالما قال لي مربع السرعة يبقى العين تربيع عين واحد وعين اتنين تربيع برضه يكون قال لي تتناسب مع سرعته يبقى ميم واحد على ميم اثنين بتساوي عين واحد على عين اثنين وكان اقصى وكانت اقصى سرعة له ستة وتلاتين كيلومتر في الساعة فاوجد سرعته عندما تقوم مقومة الهواء تساوي ربع وزن ايه مزلته طيب هنا وزن الجن دواو طلع بياناتي تمام عين اثنين ستة وتلاتين كيلومتر في الساعة ميم واحد بتساوي ربع الوزن انا ما عنديش عين ايه عين واحد انا القانون بتاعي ميم واحد على ميم اثنين بتساوي عين واحد تربية على عين اثنين تربية تمام وعند المقومة تتناسب مع السرعة تربية الميم واحد بتساوي ربع الوزن ربع وزن تمام هاشيل ميم واحد واخط ربع واه طيب يبقى هنا وعندي ميم اثنين بتساوي واه عين واحد تربية ما عنديش عين اثنين تربية اللي هي ستة وتلاتين كيلومتر في الساعة في الحالة دي واو هتروح مع واو نتساوي ربع هضرب طرفين في وسطين هطلع عين واحد تربية برا هضرب ستة وتلاتين تربية يعني هضرب ستة وتلاتين في ستة وتلاتين على الاربع هتطلع عين عين واحد تربية بتساوي تلتمية اربعة وعشرين هقفر غاية هنا لا طبعا عين واحد تربية يعني انا بجيب الجزر التربيعي للتلتمية اربعة وعشرين يبقى ايه زن عين بتساوي كام طمنتاشر كيلومتر في الساعة خلي بالك من المسألة دي المسألة دي كويسة جدا انا قلت هنا الشغلانة كلها في المسألة ربع وزنه وزن الجندي واو وزن الجندي واو انا بعمل ايه انا بقول ان ميم واحد بتساوي ربع وزنه وميم واحد على ميم اتنين بتساوي عين واحد تربية لعين اتنين تربية شلت ميم واحد وحطت ربع واو وميم اتنين اللي هو وزن الجندي واو اما طير واو مع واو بتساوي ربع على عين واحد تربية على ستة وتلاتين كل تربية ممكن طالب بدلا ما يكتب ستة وتلاتين كل تربية اكتب ستة وتلاتين في ستة وتلاتين هضرب طرفين فوسطين واطلع المشغول برا اللي هو عين واحد تربية يبقى هنا هقول واحد في ستة وتلاتين تربية اللي هي ستة وتلاتين في ستة وتلاتين على الاربع تلعت لك 324 انا بقول لك على حيث ممكن الطالب هو شغال في الامتحان يختلف زي ما بيسمع دلوقت جاء عين واحد تربع بسوى 324 كم في الساعة لا انا بقول لو هي تتناسب مع السرعة بس يبقى في الحالة دي عين واحد بسوى 324 كم في الساعة عين واحد عين واحد يعني هي مفردة ليست بايه بالجزر التربيع يمكن عين واحد تربيع يبقى انا هربع 324 يبقى ازا عين واحد بتساوي 18 كم في الساعة يبقى كل حاجة لها تميزها ووحدتها يعني ما نيجي نقول ايه انا طولي كام هقول طولي 40 سكر كيلو جرام اده هو الطول بسكر كيلو جرام لا طبعا لا بالمتر سنتيمتر يبقى الطول معروف بايه الوز يبقى هنا لا بالطني لسكر كيلو جرام لجرام السرعة كيلو متر في الساعة يبقى كل وحدة ليها وحدتها وتميزها الصحيح وليس تقربيا او ممكن لا سرعة يعني انا ما جيتش حطيت عند عين هنا سوق لكيلو جرام لكل تن ليه ما ينفعش يبقى هنا انا عايز اكتركز ساعة الوحدات وما تضيحش منك نص درجة في نص درجة في نص درجة في نص درجة تلاقي المادة نص في نص تلاقي فيه خمساشر درجة رحيل لا لا وحاجات بسيطة لا يبقى هنا خبا يبقى هنا السرعة واحدة بتاعتها لما لسه كنت بقول في اول حلقة ان كيلو متر ساعة لمتر على الثانية بضرب فكاة خمسة على تمنتاشر والعكس بتاعي يبقى كان تمنتاشر على خمسة وكيلو متر ساعة الى سنتيمتر على الثانية متين وخمسين على تسعة ومن سنتيمتر على الثانية لكيلو متر ساعة تسعة على متين وخمسين زي اما الطالب حافظ جدول الضرب الوحدات السابتة ما فيهاش تغيير خلي بالك من الحتة دي يبقى هنا اما طلع عين يبقى تطلع السرعة بتاعتي هنا بكيلو متر ساعة مثال بعد كده بيقول لي هنا سيارة كتلتها عشرين طن تجرها قوة مقدرها اربعة سوكل طن ضد مقاوماته عادل تلاتين سوكل كيلو جرام لكل طن من كتلتها عاوز هنا يوجد عجلة الخارقة طب انا لو جيت هنا وجدت الجسم وهنشوفه عامل ازاي الجسم دوت موضوع على مستوى افقي وانا عارف بالنسبة للجسم انا عندي قاب بتساوي مين وحركة العجلة الكتل عشرين طن القوة اربعة سوكل طن المقاومة تلاتين سوكل كيلو جرام لكل طن عاوز زي العجلة المقاومة هنا كام تلاتين في الكتلة اللي هي مين بتساوي عشرين لان عندي هنا تلاتين في عشرين تطلع لي كام ستمية ها سوكل ايه كيلو جرام تمام لكل طن تمام هنا ما حولتش ليه الكاف بعشرين طن تمام هنا يا مصر العشرين طن دي ما حولتش سوكل كيلو جرام بسيطة المقاومة مش مديها تلاتين سوكل كيلو جرام لكل طن وكتلة مدي لك عشرين طن تمام الطن هيروح مع الطن يبقى تبقى لي ايه الوحدات تمام اقتصرتي الوحدات ما بعضها مش عندي هنا الكاف بالطن وعندي المين سوكل كيلو جرام لكل طن طب ما الطن هيروح مع الطن يتفضل ايه سوكل كيلو ايه جرام يبقى عشرين في تلاتين بستمية سوكل كيلو جرام نحط المعادلة بتاعتي اللي هي مرسومة زي ما احنا قلنا بنشتغل على المستوى القفقي اشوف عملتي ايه قافنا اسمين بتسوي كاف جين ده قانون ايه نيوتني التاني يبقى هنا اشتغلت على قانون نيوتني التاني خلي بالك ولازم تفرق بين كل قانون والتاني انا عندي قب كام اربعة سوكلتين حاسب طب ما الطن هنا حولتها تهي اربعة يبقى ده اربعة ده ربطها في الف يطلع بارباح تلاف في تسعة وتمانية من عشرة تمام ناقص مين طلحتها بكام بستمية الستمية ايه سوكل كيلو جرام في كام تسعة وتمانية من عشرة يعني الستمية بتسعة وتمانية من عشرة ده بكاف عندي بكام هنا بعشرين عشرين في الف ها بعشرين الف عندك جيب ما عنديش جيب هاجه اضرب اربعة تلاف في تسعة وتمانية من عشرة هتطلع كام اربعة تلاف لا طبعا غلط اعمل ايه انا مش عندي تسعة وتمانية من عشرة فيه بينهم اشارة سالب اللي خليني اضرب اربعة تلاف في تسعة وتمانية من عشرة واضرب ستمية في تسعة وتمانية من عشرة واجي الاخر اطرخ تم انا ااجي عشان اقدر اختصر على طول انا عندي تسعة وتمانية من عشرة وتسعة وتمانية من عشرة اللي عم المشترك وعندي هنا ارباح تلاف واحدب ستتمية يبقى اطرح ارباح تلاف من ستمية واللي يطلع اضرابه في كم تسعة وتمانية من عشرة يبقى هنا بتسوي ايه عشرين الف جيم اخد هنا خالة على مشغول اللي هي تسعة وتمانية من عشرة في تلات تلاف وربعمية اللي هو الصافي بتاع ارباح تلاف من ستمية تلات تلاف وربعمية على العشرين Gon هبتدي ممكن الطالب يوم عامل ايه ضرب تسعة ثمانية من عشرة فيه تلات تلاف وربعمية على عشرين قلب يبقى انا في الحلقة دي هتطلع لجنب ايه واحد وستة من عشرة او ممكن اقربها واحد وسبعة من عشرة او طالب سبعة واحد وستة وستين من ايه من مية العجلة بتطلع ايه متر عالثانية تربيع او سنتيمتر عالثانية تربيع يبقى انا هنا ما بحطش كلمة تربيع او اقول سنتيمتر تبليه خليتها العجلة هنا في العجلة ليه طلعت بايه بمتر عالثانية تربيع لان هنا كنت العجلة اساسية بتطلع لمتر عالثانية تربيع لسنتيمتر عالثانية ايه تربيع يبقى انت خلي بالك وانا شغال بالنسبة لاي مسألة اراعي حتة الوحدات لاحظ كل مسألة بقولها لك خلي بالك من الوحدات وبحول وبغير الرقم والرقم بتدولك اربعة تلاقي مثلا اربين الف الرقم بتدولك ستة تلاقي مية ستة وتلاتين جات منين الارقم دي بتجي منين من التحويل بتاعي يعني ما جاي مثلا اضرب رقم خمسة في خمسة على تمنتاشر وجي منين الرقم ده اه خمسة في ميتين وخمسين على تسعة او خمسة في الف طب الخمسة في الف دي جات من ايه ما انا كمت داني بالطن حول بتال كيلو جرام يبقى انا في الحالة دي اراعي حتة الوحدات مش هيبقى الرقم بسيط لا ارقام انت ببيانات المسألة مش هتليها بس دي بتجي من طريق ايه التحويل يبقى تعالى ببس تاني المسألة جاي جسم كتلته خمسين كيلو جرام يتحرك على مستوى افقي شدة بسلسلة تميل على الافقي بزاوية ستين درجة هنا جابها لي صريحة يعني ما قال ليش بزاوية موضوع على مستوى افقي وكان اجيبها وممكن الطالب يقول لك جيبها يعني ما اجيبها دي يعني جاي زاوية جايه هو هنا بزاوية ستين درج الزاوية ستين درج طبعا نكون حافظ دول مسلسية الجا تلاتين وجا تلاتين وجا تلاتين وجا ستين وجا تستين وجا خمسة واربعين وجا تخمسة واربعين طبعا دي اساسي ان انا لو بد ان يكون دول ايه دي الدول الاساسي لانا يكون ايه حافظها يكن هو الدهاني انا هاخدها بالقيمة لهم الدهاني واحد على الاربعين واحد على ستين واحد على السبعين حسب ما يقول لك ممكن واحد على متين واربعين يبقى انا جيبها جيب الزاوية واحد على متين واربعين واحد على مية وخمسين. يبقى هو قال لي الزاوية دي كميتها كزا. لكن ما هو هنا انا عاوز يشوفني انا عارف كنت الزاوية الجاية ستين بكام? ولا مش عارفها? زي ما جديت لك? جا تلاتين. يبقى لازم يكون عارفها نص. ازا ما عارفت ان شاء الله هعملها بوسط المسلس. المقابل مجاور الوطر يبقى الجاة بالساوي مجاور على ايه? على الوطر. والجاة بالساوي مجاور على وطر. والزاب الساوي مقابل على مجاور. دي قاعدة السياة ختاة في الدول المسلسية بالنسبة لحساب مسلسات. يبقى انا هشوف المسألة وبعد كده نشوف بيناتنا تطلع الزاوية. ويتحرك بعجلة عشرة سنتيمتر على السانية تربية. تحت تأثير مقام متعادل صبع وزنه. احسب قوة الشد في السلسلة بالنيوتين. لاحز حتة المطلوب تاني. احسب قوة الشد في السلسلة بالنيوتين. بيقول لي لازم تطلع المسألة بالنيوتين. يعني انا مش بطلع المسألة بمزاجة. يعني هو قال لي تطلعها بالنيوتين. يبقى لازم تطلعها بالنيوتين. نبص البيانات المسألة وزا كان فيه تحويل هحول. ما كانش فيه تحويل. مش هحول. بس هو اساسا هيكون مديك تحويل عشان تحول. الداني هنا الكتلة كام? خمسين كيلو جرام. تمام? وجين بالدانب كام? عشرة سنتيمتر على السنية تربيع. طب الكيلو جرام. بيجمع السنتيمتر? لا. كيلو جرام مع المتر. والجرام مع السنتيمتر. انا عندي الكتلة بايه? الكيلو جرام. الداني العجلة بايه? بالسنتيمتر. اوتوماتيك لازم يحول السنتيمتر لايه? لمتر. انا قلت قبل كده في اول ما خدنا مادة الميكانيكا. اما كنا بنقرب برضا شوية التحولات المتر والسنتيمتر والمليمتر. انا قلت من كبير لصغير بضرب. يعني المتر فيه كم سنتيمية? يبقى هضرب في مية. طب من صغير الكبير بأس. هو مديني عشرة. يبقى عشرة على كام? على مية. السفرة يروح مع السفرة بتساوي كام? واحد من عشرة. الواحد من عشرة يبقى متر على السنية تربيع. تمام. الدان المقاومة بتسوي سبع ايه? سبع الوزن. الزاوية متداني كام? ستين درجة. انا عندي جاة ستين بكام? بنص. هنا الجاة الزاوية بتاعتي بتسوي كام? نص. يبقى انا عندي الجاة والجتة. يبقى الجاة تلاتين? وجاة تلاتين. طب انا عندي هنا الجاة ولا الجاة في الستين بتسوي نص? الجتة. هي عكس الجاة بالنسبة للتلاتين الجاة تلاتين بتسوي نص جاة ستين بتسوي نص الاتنين عكس واحد. جاة تلاتين تاني جاة عشرة تبقى فاكرة. الجاة تلاتين بتسوي نص. في الستين جاة ستين هي اللي بتسوي نص. طب ما جاتها تلاتين بكام? بجازة تلاتين. طب وجاء ستين بكام? بجازة تلاتة على اتنين. يبقى الاتنين عقصة باعة. الجاء في التلاتين هي جاتها ستين. وجاء تلات جاتها تلاتين اللي هي ايه? جاء ستين. حين? حطيت الجسم بقى على مستوى افك الحالات اللي احنا قلنا عليها بتاع القانون نيوتيني الاول. التاني. قانون نيوتيني التاني. جسم موضوع على مستوى افقي. ويوجد عليه قوة مائلة. يعني على مستوى الافقي قوة مائلة. القوة المائلة دي بحللها. اتعامل مع المعادلة الايه? الافقية. طب انا دلوقتي عملت القوة قاف. وحركة الجسم بالنسبة للعجلة. اشوف المقاومة بتاع سبع الوزن. الاول. انا عندي ميم? بتسوي السبع وزنه. الوزن بتاعه اللي هو كام? الكتلة اللي هو قاف. بتسوي كام? ها? الخمسين. الكتلة بتاعتي خمسين كام كيلو جرابل. طب تعال نشوف ميم? ادي سبع. في الوزن بتاعي خمسين. في كام بقى في تسعة وتمانية من عشر. انا عندي الكتلة بتاعتي بكام بكيلو جرام. بكيلو جرام. تضرب في تسعة وتمانية من عشرة. عشان تطلع لبنيوتين. اخد معادلة الجسم اللي في الرسمة امامكم. احط المعادلة. قاف. جتاهي. ناقص. ميم بتساوي كاف جيل? اول ما تحط المعادلة تحتبر المسألة خلصة. ليه? انا زبط وحداتي. وانطلع الهامس. بيانات المسألة الداتة بتاعتي طلعتها. مجرد هاخد الارقام هرصها تحت المعادلة. سواء في ضرب. سواء في جمع. سواء في طرف. هطلعه الطرف التاني. او هضرب طرفين فوسطين. هتطلع للكيمة المطلوب. المجهود بتاعي اللي يكن القاف. يبقى هنا رسمة المسألة مش مخطوطة قلت شكلا. انا بطلع منها المعادلة الاساسية. وبناء على التحولات والداتة اللي انا مطلعها بتاعت البيانات. ابتدي انا هرص مجرد ارقام. تعالوا ببص كده المعادلة عملت زي? قاف جتاهي. ناقص ميم. بتساوي كاف جيل. انا عملت ايه? انا عندي قاف. ما عنديش قاف. بجتا هي اللي هي جتا ستين. بكام? بنص. انا بدلا ما اكتب قاف في نص. قلت قاف على اتنين. يعني كناها قاف واحد. بقاف. ناقص ميم. انا طلعت ميم في الخطوة اللي قبلها? بسبعين نيوتيب. تمام? الكتلة عندي بكام? بعشر. بخمسين. خمسين كيلو جرام. في العجلة بالدهني كام? عشرة. عشرة سنتيمتر على السنية تربيع? لا. حاسم. الكيلو جرام ما لازم يكون معا متر. الكيلو جرام لازم يكون معا متر. متر على السنية تربيع. طيب هنا دلوقتي دي بل ايه بالسنتيمتر? يبقى هاقسم على مية. قلنا من من صغير لكبير يبقى هاقسم. ومن كبير لصغير يبقى هاضرب. يبقى خدت عشرة على مية يبقى تطلع واحد من عشرة متر على السنية تربيع. طيب. لو خدت خمسين. الطرف الايسر. خمسين. في واحد على بدنا نقول واحد من عشرة. واحد على عشرة. سفر مع سفر تطلع خمسة. طب تعالى اخذ الطرف الاينا قاف ناقص سبعين. طب ما السبعين هتطلعها الطرف التاني. هتطلع موجة بسبعين. يبقى سبعين زيت خمسة بتساوي خمسة وسبعين. يبقى ازا كاف على تنين بتساوي خمسة وسبعين. الخمسة وسبعين دي اك انها كام? خمسة وسبعين على واحد. هضرب طرفين في وسطين. هاخد قاف برة. يبقى انا قافة تطلع برة. يبقى هضرب خمسة وسبعين في كام? في اتنين. يتطلع كام? مية وخمسين نيوتن. طب انت هنا طلعتها عشان انا عندي السوق لكيلو جرام هنا بتساوي كام? تسعة وتمانية من عشرة نيوتن. وانا ضربت فوق السوق الكيلو جرام في تسعة وتمانية من عشرة طلعتها بايه? بالنيوتن. يبقى في الحالة دي وانا شغال اراعي حتة الوحدات يبقى طلع كامل قاف مية وخمسين ايه? نيوتن. لان هنا قال لي في المسألة ان هو طالب القوة بالايه? بالنيوتن. يبقى انا بشتغلش انا بمزاجي بالنسبة للتحولات. لو قال لي هنا ان قاب بالكيلو جرام. يبقى لازم تطلعها بالكيلو جرام. قال لي هنا بالنيوتن هتطلعها بالنيوتن. لو جاء قال لي بالضايم هتطلعها بالنسبة للتحولات. يبقى هنا حسب المطلوب اللي بيقول لي عليه ما بشتغلش انا بمزاجي. يبقى الوحدات دي هي دي العقبة اللي يعتبر الطالب بس ايه? محتاج يعني مراجعة دايما الوحدات. وقبل ما يبتدي يزاكر الدرس نيوتن التالت مسلا. لأ اراجع على نيوتن اول حالاته ووحداته. اراجع على نيوتن تاني حالاته والوحدات بتاعته. امسك بعد كده مسلا نيوتن تالت. هتلاقي نفس استخدام القوانين بالنسبة لنيوتن اول وتاني الوحدات بتاعتهم. ممكن تلاقي في نيوتن تالت. وانا شغال مش هتبقى او اكمل على حويلة جديدة اضافة بنفس الوحدات اللي انا خدتها في نيوتن اول مع نيوتن تاني. هي اللي مرضك بشغل بها في نيوتن تالت. يبقى انا هنا ببقى ملم بجميع الوحدات بزاود ا ازا كانت وحدة جديدة. لانا اديت في حلقة نيوتن تاني مسألة اكمل. المسألة دي مهمة جدا جدا. بتخلي الطالب يعمل عملية استرجاع بالنسبة للمعلومات بتاعته للتحولات. بعرضتك ازاي احول? وعرفت كل تحويلة بعمل فيها ايه? سواء بجيبها بتسعة وتمانية من عشر لنيوتن او تسعمائة وتمانين للضين. او على الف يبقى هنا او بالجرام بعمل ايه? او بالكيلو جرام بعملها ازاي? يبقى كل دوت ببتدي انا بنشط التحولات اللي انا ابتدي استخدمها في اي مسألة. يبقى هنا اعرف التحولات دي من اهم اساسيات مادة الميكانيكا قبل القانون. لقانون مقدور عليه. طريقة الرسمة خلاص عرفناها ان الرسمة بنعمل بلها ايه? عشان بطلع المعادلة. لأهم حاجة تحولات بالنسبة لهذه المادة. تعالوا اشوف المسألة جاي. بقولي هنا دبابة كتلتها اربعة تن. تصعد منحدر يميل على الافك بزاوية جبهة. واحد على الاربعة. يبقى جاهنة الزاوية بس واحدة على الاربعة. وكتلة الدبابة اربعة تن. بعجلة منتظمة ستة وعشرين واربعة من عشرة سنتيمتر على الثانية تربيع. فاذا كانت المقاومات تعادل عشر سوق لكيلو جرام لكل تن. من الكتلة. اوجد قوة محرك الدبابة بالنيوتن. هو ماليش قوة محرك الدبابة وسكت. لأ. هو قال لي اوجد قوة محرك الدبابة بالنيوتن. يبقى انا لازم اطلع قوة محرك الدبابة بايه? بالنيوتن. واشوف رسمتي انا رسمها ليه? هو قال لي الجسم دو الدبابة تص عض منحدر. يعني تطلع لأعلى. تطلع لأعلى. يبا اتجاه هنا العجلة الاعلى. الكتلة باربعة تن. جزة ويبربعة. تمام? طيب. هنا جيم مداني بستة وعشرين واربعة من عشرة سنتيمتر على الثانية تربيع. مقاومة هنا مدلك عشرة. سوك لكيلو جرام لكل طن. ماشي. بعمل ايه? ابتدي هنا عاوزك تطلع القوة بتاعتي بالنيوتن. طب في تصبيت وحدات? اه طبعا. انا عندك مديك العجلة بكام? بسنتيمتر على الثانية تربية. انا عندي ميم. ميم بتسوي كام? ادي عشرة. في هنا الزاوية بتاعتي اللي انا مديهي لك بتاعة ميم اللي هي ميم او زائد بقى في اربعة في تسعة وتمانية من عشرة المقاومة. يبا هنا عشرة. في الكتلة بتاعتي اربعة في تسعة وتمانية من عشرة هتطلع تلتمية تنين وتسعين نيوتن. اللاحز ان انا هنا جيت. خدت العشرة بسوكلكيلو جرام لكل طن. وعندك الكتلة بالطن يبقى طن هيروح مع الطن بسوكلكيلو جرام قلتها في المسال ايه? قابلي قابلي ده. طيب. جيت هنا حطيت بقى معدد الحرك. كاف ناقص كاف دال بتسوي ايه? ايه? جاي ايه? ناقص مين بتسوي كاف جيم. يبقى كاف بتساوي كاف جيم. اهي? زائد كاف دال جاي ايه زائد مين? تمام. طلحتي ايه? قبر. انا عندي كام بكام. الكتلة حاسب اربعة طن باربعة تلاب. في ها? متين اربعة وستين على الف. هي اساسها من عشر. واسمت بمية يبقى مية. فعشرة بالف. زائد كام بكام باربعة تلاب. دال بتسعة وتمانية من عشر. جايب وربع. الميم اللي انت اللحها بتلتمية اتنين وتسعين. اعمل عملية جمع. وعملية ضرب. يبقى جمعت الاول الطرف الاولاني. تدعلي الف ستة وخمسين زائد طرف اللي بعديه. تسعة تلاف وتمانمية زائد تلتمية تنين وتسعين. حداشر الف امتين تمانية واربعين نيوت. لنا. زبطت انا كل الوحدات ان انا خليها احاول سنتيمتر متر على السنية تربية. احاول منتين احاول كيلو جرام. عشان كيلو جرام متر. يبقى هنا خلي بالك تاني. سوكل كيلو جرام. سوكل كيلو جرام بتسوي تسعة وتمانية من عشر كيلو جرام متر على السنية تربية. والسوكل كيلو جرام بتسوي ايه? تسعة وتمانية من عشر نيوتين. السوكل جرام بتسوي تسعمية وتمانين جرام سنتيمتر على الثانية تربيع والسوق لجرامب السوي كام ضاين تسعمية وتمانين ضاين انا كده غطيت بالنسبة لقوانين نيوتن التلاتة نيوتن اول ونيوتن تاني ونيوتن تالت طبعا دي من المتباني المهمة جدا 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 ما تيجي تاكل الشغل هتلاقيه ارتباط ممكن اربط شغل بنيوتن اول شغل بنيوتن تاني يبقى كده انا خلصت قوانين نيوتن التلاتة ورب يكون استفادنا وان شاء الله نتقبل في حلقة قادمة في باب اسمه الشغل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته